الإنسان في هذه الحياة لابد له إن شاء الله تبارك وتعالى أن يعيش في مجتمع فإن العزلة والوحدة قاتلة كما قالوا له لي خليه حتى شيء واحد بواحد هذا خليه غير نادم يكون في القبر هذا كما عندنا ينذيرونها ولذلك يقول الإمام بن العباس الصحابي الجليل بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمان القرآن لو لا مخافة الوسواس لا اعتزلت الناس مع علمه وقربه من رسول الله وتبحره في العلم ومع ذلك يخاف الوسواس عند اعتزال الناس ولقد أكدت الكثير من الدراسات النفسية والاجتماعية أن أغلب المرضى نفسيا هم العزاب العازب الذي لا يجد من يؤنسه يعيش اذترابات نفسية ولذلك فإن الله تبارك وتعالى حينما تحدث عن الزواج جعله وسبب مودة ورحمة وسكينة السكينة النفسية الراحة النفسية وجعله لباسا هن لباس لكم وأنتم لباس لهم فالإنسان الغير متزوج كأنه يمشي بين الناس عريانا وإذا رأيتم إنسان يمشي بين الناس عريانا تشار إليه الأصابع يصاب بالعقد النفسية وهي أيضا ولذلك تجد هذا الإنسان الغير متزوج يعيش وحيدا فإن الشيطان يكون أقدر على إضلال الفرض من إضلال الاجتماع فكلما زاد الناس وكثرت الجماع قل إضلال الشيطان لها أما إذا انفرد يكون قوي في إضلال عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية الذئب إنما يأكل تلك الغنم الشاردة التي خرجت على القطيع والشيطان هو ذئب الإنسان إنما يستطيع أن ينفرد بالإنسان ويعزله متى كان وحيدا ثم يجعله يعيش في عالم افتراضي من كثرة الوسوسة فيبني القصور في الرمال ولكن حينما يستيقظ يجد نفسه في واقع أليم فيعيش بين هذا التناقض بين عالم حالم هو العالم الافتراضي الذي وسوس به الشيطان للإنسان وبين واقع مرير حينما يستفيق يجد أن كل ذلك الذي كان يحلمه لا مصداقية له في الواقع فيصيب بهذه الازدواجية ازدواجية حلم وهذا يقع فيه الكثير من الشباب وخاصة وقد دخلت إلى بيوتنا جميعا هذه الوسائل الإعلامية التي غزت سينظر إلى مسلسل مكسيكي ويرى كيف أن الشباب يحلمون بالمرأة الجميلة وهي تحلم بفارس الأحلام فإذا استيقظت وجدت نفسها تعيش في حي مليء بالمتناقضات فتسخط على واقعها ولذلك تتمرن والأخرى تصاب بمرض نفسي فالآن هذه الدراسات تشير إلى أن الإنسان إذا لم يكن متزوجا يحن إلى من يكمله يحن إلى من يكمله يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها إذا إذا كان الإنسان وحيدا يحتاج إلى هذا الذي خلقه منك فأنت دائما تبقى ناقصا ولذلك سمي بالزوجية ما معنى الزوجية؟ ما معنى الزوجية؟ أي أن الزوج والزوج كيف يسمى الزوج إذا اجتمع تكامل ففي هذا الزوج خصائص خصائص ليست في هذا لكن لا يعيش الحياة الرغيدة حتى ينضم إليها هذا بخصائصه والمرأة فيها خصائص خاصة بها لتأدية وظيفة الأمومة لكن لا تعيش أبدا مستقرة إلا إذا انضاف إليها الزوج بخصائصه فيقع التزاوج والتكامل وبذلك تستقر الأنفس وترتع وتتعاون هذا إذن من المهام الكبرى ولذلك فإن الإسلام جعل الزوج دينا دين يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج إذن إذا كنت تستطيع وعندك القدرة البدنية والنفسية والمادية فعليك أن تؤجل بالزواج علاش فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج أي أنه لن تستقر نفسيا وتظل عياذا بالله تتفكر في الجنس لأنك شاب قوي تقهرك هذه الشهوة فلا سبيل لتصريفها إلا إذا صرفتها عبر قناة حلال والقناة الحلال هي الزواج ولذلك فالزواج هو دين هو دين من استطاع منكم الباءة فليتزوج كيفش هو دين؟ النبي أرحم الناس بأمته هو الذي يقول عليك أن تتزوج عليك أن تتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج أي يكون حاجزاً بينك وبين السقوط في الفاحشة حاجزاً بينك وبين السقوط في الحرام أي أنه يحصنك من إضلال الشيطان الذي يزين لك المرأة الحرام ويزين لك الفحشاء الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء لكنك إذا تزوجت فأنت تحصن نفسك ضد إلقاءات الشيطان فهو دين وهو أيضاً ليس دين فقط هو توسيع علاقات الرحم الإنسان يأتي من بعيد ويتزوج من وجدة والآخر من هنا يتزوج من كاليفورنيا وبذلك تتوسع وشائج الرحم ولذلك فإن الله تعالى في الآية التي قرأت قرن الله تعالى تقوى الله بتقوى الرحم فقال يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقك من نفس واحدة هي آدم وخلق منها زوجها هي حواء وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به ولا رحام في نفس الآية اتق الله ايجعل بينك وبين سخط الله وقايا لا ينبغي أن تقع فيه ما يجلب لك سخط الله اتق الله لا تعصي الله لا تزني لا تفعل شيئاً تستوجبه ويسخط الله فاتقوا الله واتقوا الغرحام ما يعني أن تقوى الغرحام أي كما تتق الله وتجعل بينك وبين الله تعالى حاجزاً يحجزك عن المحارب إذا انتق الرحم إياك أن تعتدي على الرحم إياك أن تقطع الرحم إياك أن تقطع الرحم وإذا الإنسان حينما يتزوج تزداد الرحم متانة وتتوسع أكثر وهنا لا بد للشاب إذا تزوج أن يراعي عند الزواج أهله فلا يمكن للزواج إذا تزوج الإنسان أن يقطع رحمه هذا من الأمور البديهية التي ينبغي أن يحرسها للإنسان فإذا تزوج مثلاً وكان هنالك من أقرب الناس من عارض سيعيش غير مطمئن سيعيش غير مطمئن فكما يحرص على تقوى الله من الزواج فليحرص أيضاً على أن تكون علاقته من بعد الزواج مع الأحباب أقوى من علاقته قبل الزواج لكن بعض الآباء لا يتفهمون بعض الآباء يصعبون المهمة بعض الآباء يأمرون أموراً للشاب عند الزواج ليس لها علاقة بالشريعة ليس لها علاقة بالشرع فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع كما تعرفون الحديث لمالها لنسبها لجمالها ولدينها فيقول فظفر بذات الدين تربت يدك ما معنى فظفر بذات الدين أي أن المرأة التي تخاف الله وتراقب الله إذا خرجت من بينك من بيتك استأمنتها على عرضك واستأمنتها على مالك فلا تخونك في العرض لأنها تخاف الله وتراقب الله ولا تخونك في مالك بحيث تستثمره فيما يستجلب رضوان الله إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اختر ذات الدين تربت يدك وإلا لسقت يدك بالتراب وأصبت بالذل وكل من لم يتزوج المرأة على أساس الدين أصيب بالذل سيذل ستذله المرأة بجمالها إذا طغت بجمالها وستذله المرأة إذا كانت غنية وهو فقير فترتفع عليه ثم تتكبر وتقول أنا جئتك من عائلة غنية أنت لا تستأهلوني فتتكبر وتتعجرف بل تكون ناشز تنشز أي تعصي الزوج علاش تعتمد على مالها أو أنها من عائلة مثلا من نسب تظنه شريفا ولذلك تتكبر أما إذا تزوجتها على أساس الدين حتى ولو كان لها مال حتى ولو كان لها الشرف فإن دينها هو الذي يضبط تصرفاتها فلا المال يجعلها تطغى ولا النسب يجعلها تتكبر لأن الدين هو المطلوب أساسا فإن كانت هناك أمور مع الدين كل ذلك زيادة أما أمور أخرى بغير الدين ستكون بلاء عليها وعلى زوجها وعلى الأسرة فإذا كان رسول الله يوصي الشباب على أن يختروا صاحبة الدين ويوصي ولي المرأة أن يختار لها صاحب الدين فيتزوجان على أساس الدين ووحدة المرجعية حتى يتفقان عند بناء البيت وعند استمرار الزواج وحتى عند المشاكل إذا وقعت ولا يخلو بيت من المشاكل فإن لهم المرجعية التي يعودون لحل المشاكل يقولها قال الله تقوله سمعت قال رسول الله سمعت فيردون المشاكل إلى الله وإلى رسوله ردوها إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله والآخر ذلك خير وحسن تاويلا حتى المشاكل تحل على أساس الدين فتزداد التماسك وتستمر سفينة هذا الزواج إلى أن تصل إلى شاطئ النجاة وتكون فيها الثبات والنبات ويربى الأولاد وجيل يربى جيلاً سوياً على هذا الدين إذن فهو من جهة من جهة هو مطلوب منه أن يطيع رسول الله أن يتزوج إذا كان لديه الباء ثانياً أن يختار ذات الدين لكن في بعض الأحيان الوالدان يقفان له عشرة حجر عثرة لا تتزوج من تلك البلد البلد إحنا بعاد لا تتزوج من بني فولان إحنا شرفة لا تتزوج من كذا فيأتون ببعض الأسباب التافهة التي لا أصل لها ولا تعتبر أبداً في الدين وتأتين الكثير من الأسئلة من المغرب كله فبعض الأحيان يتدخل الوالدان تدخلات بعيدة عن الشرع إذا تزوج الشاب بمرأة متدينة عليك أن تبارك وتدعو الله تعالى سبحانه عز وجل أن يجمع بينهما في خير ثم ثاني إذا تزوج دون أن يستشيرك فقد عفاك فإن وجد خيراً فهو خير وإن وجد غير ذلك لا تتحمل أنت أي مسؤولية تجاه اختيار ولدك فالولد يختار فهو مسؤول لكن أن يقوم بطاعتك يا أيها الوالد والوالدة في معصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إذا أمر للوالد والوالدة أن أتزوج فولانا حتى ولكت متدينة لكن أنا لا أرتاح لها فليس هناك أحد يفرض علي شيئاً لا أقبله وليس هناك أحد يفرض علي على أن أعيش تحت سقف واحد مع من لا أريده رجل أو مرأة اسمع إلى هذه المرأة التي جاءت إلى رسول الله فقال يا رسول الله إن أبي يريد أن يرفع خسيسته بي فزوجني كرهاً لابن عمي لابن أخيه يريد أن يرفع خسيسته يريد أن يرفع منزلته الاجتماعية كأنه كان يحس بالوضاع الاجتماعي ويريد أن يرفع من منزلته في المجتمع بأن يتزوج أو يزوج ابنته لابن أخيه الموجود في منزل عالية حتى ينسب إليه كأنه يريد أن يرتفع عند الناس قتل يا رسول أنا لا أريد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس للآباء شيء لن يفرض عليك الوالد حتى الفتاة لن يفرض عليك أبداً هذه ليست سلعة فالوالد هو الولي نعم لكن هي ولاية مسئولية هي ولاية مصلحة مصلحة للأولاد أما إذا أراد أن يفرض عليها أن تتزوج بإنسان عاصي تقول لا بملئ ثمها والشرع معها والقانون معها وإذا أراد أن يزوجها حتى لمتدين لكن لا تميل نفسها إليه تقول لا فالإسلام يقول قولي لا ولكن قولها بالتي يحسن هذه الفتاة فكيف بالفتاة فلماذا نقف حجر عثرة في طريق من يريد أن يعف نفسه أنا أعرف أحدهم لا حول ولا قوة إلا بالله استأذن الوالد في أن يتزوج بفتاة وظل ثلاث سنوات وهو يأتي لها بمن يحاول أن يقنعها ثلث سنين ثلث سنين وفي كل ذلك ترفض وتقول له ها استخدارضة ها استخدارضة حول ولا قوة إلا بالله ثلث سنين فلما يأس هذا بكاش يعرف ما كان يبشي يتزوج إن شاء الله تبارك وتعالى ومن بعد لكن ما فكان في سفر جاي من توريت جاي من هذا الجهان تعفاس وجاي من روح يوجده وكان رجل تعليم ولكثرة الضغط النفسي عليه ولأن أمه حرمته من أن يتزوج مع من تميل نفسه إليه ألقى نفسه من القطار فانتخر ذلك هذه واسبو هذه فين وصل هذه خسرت ولدها خسرت كل شيء فلماذا يقع هذا عندنا إنه الجهل بالدين هذه الوالدة كان جاهلة بالدين وحتى هو مسكين تلي جهل لماذا؟ كأنا سيدي ما بغيت شاي تباشي تزوج وتقول له أدي هذيك وأنا ما بغيش ندي هذيك ما نديش ذيك وأنا عندي ضريب وحدي وخدام عنا راسي وأنا فيه في التعليم أتزوج بشي اللي بغيت وما نعصيش الوالدة نتعوي وصاحبها في الدنيا معروفة وبعد الزواج وحاول أن أبين أنها كانت مخطئة من قبل وهي تعارض فآتي بزوجتي لكي تقوم بخدمتها لكي ترى حقيقة المرأة التي تزوجت حقيقة الإنسان لا يعرفها إلا الله لا يعرفها إلا الله وخيرنا لا يعرفه إلا الله فعسى الله تعالى أن هذه الخطوة التي يقدم على الولد هو خير لكم جميعا لا الوالدين ولا الولد ولذلك فأنا أدعو الوالدين أن يجسر هذا الأمر بالنسبة للأولاد وأن يبارك وأن يدعو بالخير فعسى الله سبحانه عز وجل أن يجعل الخير كل الخير في هذا الخير هذا لا خير كيف مكل حر خير والله تعالى يجعل الخير في هذا الخير المسألة الثالثة إن شاء الله تبارك وتعالى إذن فهذا دين ورحم الزواج الثانية أن الوالدين ينبغي أن يتدخل بما فيه مصلحة الأولاد والأولاد ينبغي أن يختاروا على أساس الدين ولا طاعة للمخلوق في معصية خالق إذا كان الوالدين يختاران لك ما لا ترضاه ذكر أو أنثى أو يختاران لك امرأة ليست متدينة تبقى الثالثة واسمه هي أن بعد زواج الإبن الذي رفض الوالدان أن يتزوج من عائلة كذا هو والزوجة ينبغي عليهما أن يحرص في المستقبل على أن يغير تلك النظرة التي كانت لأبويهما من قبل الزواج كيف يغيران ذلك؟ فالقلوب جبلت على محبة من أحسن إليها فعليهما أن يحسن إلى الوالدين بالصرى بالهدية بالخير حتى تنمحي من أذهانهم صورة ما كانوا يتصورون فالخير والحسنة تمح السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم إذن لا بد من الصبر في هذا الظرف ولا بد إن شاء الله تعالى من التحمل لكن على أساس أن يكون القصد مع الزواج وبعد الزواج أن يتعامل بالتي أحسن مع الوالدين فلا ينبغي أن تكون هذه بداية الانفصال والانقطاع بل تكون بداية تجديد العلاقات بشكل أقوى وبشكل أكبر بفعل الخيرات بتواصل مع الوالدين بالهدية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تدخل الجنة حتى تؤمنوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا ولن تحابوا حتى تؤمنوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم فعليك إن شاء الله أن تكثير السلام إفشاء السلام مع الوالدين أي أن لا تقطع الصلة مع الوالدين بسبب مواقع والسلام هو أنني أعلن أن منهاجي مع الوالدين قبل وبعد وأثناء الزواج هو كل السلام لا يأتيك مني إلا السلام والإحسان والخير المسألة الثانية يقول عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا إذا كانت الهدية تمحوا وتنزعوا واخزى الصدور الهدية تمحي وتمحوا الحقد من القلوب فأعظم شيء تمحى به الإحقاد من القلوب الهدايا فإنها تذهب واخزى الصدور وحقد الصدور وبغضى النفوس تهادوا تحابوا فإذن عليك أن تقوم بتكثيف الهدايا للوالدين إذا كانت الهدية للإنسان البعيد تقرب البعيد فمن باب أولى الوالدان فعلى الإنسان بعد إفشاء السلام وتقوية الصلة مع الوالدين بعد الزواج عليها أن يكثيرها بالهدايا والهدايا واسموه ما اللي يبغيو الوالي واسموه الفلوس ها صعب صيفة الماند ها صعب الماند المقصود أنت هو اسمه هو هو زيد بأمور السلام واسموه الهدية والهدية واسموه صارك يديروا الورد هل شما ورد هذا ش نديره بالورد ها صيفة الأورو وفتالي قل له با هشي ماشي أنا صفتلك صفتتلك زوجتي التي تكن لك كل الحب انتي يا الوالدة ماشي شيطانا لصفتلك هالزوجة انتاعي هي التي أرسلت إليك هذا المال رهت ظل تسبح بيك وتدعلك الصراوات وتدعلك وهذا مما يجوز أن تقوله حتى ولو لم يكن صريحا لأن هذا من باب تأليف القروم فقد قال رسول العسلم عجبت للصدق يدخل النار وكذب يدخل الجنة الصدق الذي يدخل النار هو أن تنقل الكلام نفسه من فلان لفلان بغرض أن تشتت ذات البين هذا النمام هذا النمام أما الكذب الذي يدخل الجنة أنك تكذب الكذبة وقصدك أن تجمع بين القلبين تقول لها والله الوالداء لا رأى هاتموت عليك وراها مسكينة تقول لك أنا ما ندير حتى نشوفكم وحتى نديره وها هو الدليل والبرهان هاي مصرفتلك إن شاء الله تعالى تروازة أورو هاي مصرفتلك كذا هاي مصرفتلك واحد جلابة هاي هو اسمه البس اللي يعجبهم ننسى تسقسي مزيان شي الحاجة اللي تعجبها مزيان وتبسي تشريها لها ادفع بالتي هي أعسن إذا كان مع الناس اللي هم أبعاد فمن باب أولى مع أقرب الناس إليك وأعظم الناس حقا عليك اللي هم الوالدين إذن فالمشروع هو هكذا إن شاء الله تبارك بك قدر الله وما شاء فعل أنت تتزوج هذا دين هذا رحم واخترت لنفسك إن شاء الله ما تراه هو الأخير وهو الأطيب فجزاك الله خيرا إذا كانت هناك بعض المعارضة فإن شاء الله تبارك وتعالى هذه مسألة عادية تحدث في كل البيوت لكن نقول إن شاء الله تبارك وتعالى أنه من الأجدر بالأولياء أن يعينوا الأبناء والبنات على حسن الاختيار وإذا رأوا أن الوالد مثلا يختاره مرأة فليدعو له بالصلاح فإن لم يحدث ذلك فبعد الزواج يمكن أن يتدارك ذلك كله بإفشاء السلام بالهدية بإن شاء الله تعالى كلام طيب يحاول أن يقرب بينهما مع مرور الأيام وأعلم يا أخي إن شاء الله أن الوقت هو جزء من العلاج الوقت ما مره هو جزء من العلاج في بعض الأحيان يصعب معالجة الأمر في الوقت فيقال الجرح رعات جديدة وما زرها مع دماك إذا لكن مع الوقت وتمر الأيام وتبدأ قد تصغر هذيك الشي يصغر يصغر مع المجهود اللي كي يدير الإنسان مع الإحسان مع الهدية مع التواصل مع التليفون إن شاء الله تبارك وتعالى سيبرأ هذا الجرح